بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه أستعين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين أيها الأحبة الأفاضل السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في هذا التسجيل بإذن الله سنتطرق إلى السلسلة الثانية من تمارين الكتاب المدرسي في وحدة الشحنة الكهربائية والتكهرب وهذه السلسلة هي المتمثلة في التمارين أطبق معارفي في التمارين رقم 6 يقول كيف أفعل ذلك يعني هذا عنوان التمارين لدينا كريتان معدنيتان محمولتان على حامل عازل ونود شحن إحداهما بشحنة موجبة والأخرى بشحنة سالبة في نفس الوقت وهذا باستعمال قضيب إبونيت ألف كيف يمكن أن يتم ذلك أوضح باستعمال الرسم المطلب الثاني هل يمكن ذلك باستعمال قضيب زجاجي أرسم إذن يمكننا أن نقوم بدلك أو نقوم بدلك قضيب من الإبونيت بقطعة فرو فيتم شحنه بشحنة السالبة يعني حينما نمسك قضيبا من الإبونيت ونقوم بدلكه بفرو أو صوف فإنه يشحن بشحنة السالبة ثم نلامس طرفه المشحون بالكورية المعدنية فتنتقل بعض الشحنات الكهربائية السالبة من هذا القضيب الذي تم شحنه إلى هذه الكورية فتصير ذات شحنة سالبة كما هو مبين معنا في التمثيل الأول إذن هذا قضيب من الإبونيت تم شحنه فتحمل بالشحنة السالبة عندما نلامس طرفه المشحون تلاحظ كما هو مبين في الرسم انتقال الإلكترون في منطقة التماس منطقة التلامس يعني من الجسم المشحون إلى الكورية غير المشحونة فتصير حاملة لنفس النوع من الشحنة أي هو مشحون بشحنة سالبة تصير هي كذلك مشحونة بشحنة سالبة وهنا نكون أمام ما يعرف بالشحن بطريقة اللمس نود قلنا شحن إحدى الكوريتين بشحنة موجبة والأخرى بشحنة سالبة إذن في الحالة الثانية يعني حينما نريد أن نشحن الكورية بشحنة موجبة وبنفس القضيب الذي شحناه بالشحنة السالبة هنا ماذا يجب أن نفعل؟ في هذه الحالة نقوم بتقريب الجسم المشحون وهو قضيب الإبونيت من الكورية المتعادلة لكن هذه المرة تكون محمولة على حامل ناقل وليس عازل بمعنى حامل معدني حينما نقربها منه من غير ملامسة هنا يحدث في المرحلة الأولى التكهرب بالتأثير التكهرب بالتأثير ما معنى؟ أي أن الإلكترونات التي كانت موجودة في الكورية بجوار القضيب المشحون بنفس النوع وهو الشحنة السالبة يجعلها تنفر منه إلى أين تذهب؟ تنزل إلى الناقل حينما تنزل إلى الناقل تتحول الكورية إلى جسم مشحون بالشحنة الموجابة إذن هذا الذي يحدث هنا إذن قلنا نقوم بدل قضيب الإبونيت بقطعة الفرو ونقربه مرة ثانية فيشحن بالشحنة السالبة ثم نقرب طرفه المشحون من كورية معدنية موضوع على حامل معدني فتستقطب الكورية أي تتكهرب بالتأثير بحيث تبتعد الشحنة السالبة تنزل في الناقل وبالتالي تلقم منه إلى الأرض وبالتالي يصبح للكورية نقص في الشحنة السالبة فتظهر عليها الشحنة الموجابة هذا بالنسبة للمطلب ألف الآن يقول كيف يتم فعل ذلك مع القضيب الزجاج أو هل يمكن فعل ذلك باستعمال قضيب زجاجي يبين بالرسم إذن نقوم بدلك قضيب الزجاج كذلك بنفس الطريقة هذا قضيب من الزجاج حينما ندلكه بقطعة الحرير فإنه يشحن بالشحنة الموجابة بمعنى سيتخلى عن بعض إلكتروناته لفائدة قطعة الحرير فيتحول إلى جسم الشحون بالشحنة الموجابة نقربه أو نلامسه بالكورية المعدانية المحمولة على عازل يحدث نفس الشيء الذي حدث في التجربة السابقة ولكن بصورة عكسية هنا ماذا يحدث؟ بما أن قضيب الزجاج منقوص إلكترونات يعني مشحوم بالشحنة الموجابة فحينما نلامسه بالكورية المعدانية يحدث انتقال لبعض الإلكترونات من الكورية المعدانية إلى منطقة التلامس في القضيب الزجاجي وبالتالي تظهر الشحنة الموجابة على الكورية المعدانية المحمولة على العازل فتصبح هذه الكورية مشحونة كذلك بالشحنة الموجابة وهنا حدث ما يسمى بالتكهرب بالتلامس تلاحظ بأنه في التكهرب بالتلامس الجسم المشحون الثاني ستظهر عليه نفس نوع شحنة الجسم الذي شحنه يعني إذا كان القضيب سالب تظهر على الجسم الثاني شحنة سالبة إذا كان القضيب الأول موجب تظهر شحنة موجبة على الجسم الثاني الآن الحالة الثانية كيف نكهرب الكورية بشحنة سالبة باستعمال قضيب موجب مشحون بالشحنة الموجابة مثل ما ذكرنا نقوم بدل كل القضيب الزجاج مرة ثانية فيتحمل بالشحنة الموجابة نقربه من هذه الكورية المعدانية المتعادلة ولكن شرط أن تكون محمولة على حامل ناقل وليس عازل هنا ماذا يحدث حينما تقرب القضيب المشحون بالشحنة الموجبة من الكورية المتعادلة دون تلامس يحدث كذلك تكهرب بالتأثير في المرحلة الأولى أي تنجذب الإلكترونات الموجودة في الكورية بجوار القضيب المشحون بالشحنة الموجبة حينما تنجذب الشحنات السالبة الإلكترونات يحدث سحب لتعويض النقص الذي حصل في الجهة السفلة أي تنتقل الإلكترونات الحرة من القضيب المعداني الناقل إلى الكورية وبالتالي يصبح لدى الكورية فائض من الإلكترونات أي من الشحنات السالبة وهكذا تكون قد شحنت الكورية بشحنة سالبة على عكس الحالة الأولى شحنتها بشحنة موجبة وبنفس النوع القضيب مشحون بشحنة موجبة مشحون بشحنة موجبة هنا الشحن تم بالتلامس فصارت بشحنة موجبة هنا الشحن تم بالتأثير فصارت مشحونة بشحنة سالبة نمر إلى التمرين الموالي يقول أفسر ما يحدث للكاشف الكهربائي إليك التجارب التالية التي أجرت على كاشف كهربائي موضحاً الوسائل المستعملة فيها إذن لنوضح الآن ما هي الوسائل المستعملة في الكاشف الكهربائي إذن في الصورة الأولى كما نلاحظ لدينا الكاشف الكهربائي في حالة طبيعية أي غير مشحون الذي يدل على ذلك هو عدم انفراج الورقتين المعدنيتين له إذن فهو في حالة طبيعية في الصورة الثانية كما تلاحظ الكاشف الكهربائي تم شحنه بطريقة التأثير لاحظ أننا قربنا منه قضيباً مشحون بالشحنات الموجبة إذن فيكون هذا القضيب لا شك من الزجاج حينما نقربه من قرص الكاشف القرص المعدني للكاشف دون ملامسة نلاحظ أن الورقة المعدنية تنفرج عن المحور أو عن الساق الموازية لها تنفرج تبتعد الآن بماذا نفسر ذلك؟ إذن حينما نقربه حينما نقربه القضيب المشحون بالشحنة الموجبة من قرص المعدني للكاشف هنا يحدث تكهرب بالتأثير أي الإلكترونات أو الشحنات السالبة التي كانت موجودة على الساق المعدنية وعلى الورقة المعدنية تنجذب إلى الأعلى تنجذب نحو القرص IBGR الشحنة الموجبة حينما تنجذب يصبح لدينا نقص إلكترونات في الساق ونقص إلكترونات في الورقة بمعنى ستظهر شحنة موجبة على هذا الساق وشحنة موجبة على هذه الورقة فبالتالي يحدث التنافر هذا تكهرب بالتأثير بمجرد أنه بعيدة القضيب المشحون تعود الأمور إلى حالتها طبيعية بمعنى تنتظم الإلكترونات من جديد في القضيب وفي الورقة وبالتالي يزول الإنفراج أو تقترب أو تعود الورقة إلى وضعها الأصلي هنا الحالة الثالثة التكهرب يحدث باللمس هنا بالتأثير هنا باللمس حينما نلامس القضيب المعدني القضيب المشحون مع ذراع القضيب المشحون بشحنة موجبة زجاج مثلا زجاج على سبيل المثال يلامس القرص الكاشف يحدث نفس الشيء الذي ذكرناه سابقا تنجذب الإلكترونات ويصبح نقص في الساق ونقص في الورقة فتصبح موجب موجب فيتنافران لكن في هذه المرة بما أن القضيب ملامس للقرص تنتقل الإلكترونات من القرص إلى القضيب وبالتالي يصير لدينا نقص للإلكترونات في الساق وفي الورقة يعني تصبح شحنة موجبة على الساق وشحنة موجبة على الورقة بمعنى إذا أبعدنا إذا أبعدنا القضيب المشحون لن تعود الورقة إلى وضعها الأصلي لماذا؟ لأنه صار لدينا عجز حقيقي في الإلكترونات وليس انتقال فقط إلى الأعلى إذن نمر إلى الموالي يعني هذا هنا ملخص ما ذكرناه الحالة الثانية والحالة الثالثة نمر إلى التكملة الحالة الرابعة والخامسة والسادسة فسر بتوظيف الشحنات الكهربائية ما حدث منع الأنابيب المستعملة وما هي طرق التكهرب المستعملة في كل مراحل هذه التجربة نعم إذن مثل ما ذكرنا الحالة الرابعة هذا أكيد قضيب من الزجاج أو معدن تم شحنه وهو معزول الطرف فالشحنات الموجبة الظاهرة عليه هنا يكون التكهرب بالتأثير بمجرد الإبعاد تعود الوريقة إلى أصلها أو إلى حالتها الطبيعية هنا كذلك رقم خمسة التكهرب هو بالتأثير مثل الرابع ولكن هنا القاضيب في الحالة الخامسة يختلف عن القاضيب في الحالة أربعة هذا من الزجاج يكون هذا من الإبونيت أو البلاستيك أو الخشب لأنه مشحوم بالشحناء الموجبة السالبة معذيرة فهنا يتم التكهرب بالتأثير ما معنى؟ هنا بما أن القاضيب يحمل شحنات سالبة عندما تقربه من القرص الشحنات السالبة الموجودة في القرص تبتعد إلى الأسفل إلى الساق وإلى الوريق يصير هذا مشحوم بالسالب وهذا مشحوم بالسالب فيبتعدان عن بعضهما البعض بمجرد أن نبعد القاضيب المشحون القاضيب البلاستيكي المشحون بالشحنة السالبة تعود الأمور إلى حالتها الطبيعية لأن الإلكترونات التي نزلت إلى الساق تعود إلى مكانها الأصلي فبالتالي يتعادل الجسم الجديد وتعود الوريقة إلى وضعيتها الطبيعية في الحالة السادسة يحدث مثل ما ذكرنا في الجزء السابق هنا القاضيب مشحوم بالشحنة السالبة إيبونيت أو بلاستيك عندما يلامس القرص القرص المعدني للكاشف فإنه يأخذ منه الإلكترونات يعني معذرة فإن الإلكترونات الموجودة في القرص تنفر إلى الأسفل تنفر إلى الأسفل وبالتالي يصير الساق سالب والوريقة سالبة فيتنافران تنتقل بعض الإلكترونات من القاضيب إلى القرص فيصير لدينا فائض في الإلكترونات على الكاشف الكهربائي فيبقى الوريقة منفارجة مهما أبعدنا يعني حتى إذا أبعدنا هذا القاضيب ويبقى الكاشف مشحون بالشحنة السالبة إلى أن نقوم بتفرغه إذا لم نفرغه تبقى الوريقة منفارجة عن الساق إذن هذا ملخص لما كنا نقول في الصورة الرابعة الكاشف الكهربائي تم شحنه بالتأثير وبذلك بتقريب أنبوب زجاج مشحون بالشحنة الموجبا منه فتنجذب الشحنة السالبة من ورقتين الكاشف إلى أعلى الكاشف فتظهر الشحنات الموجب على الورقتين فتتنافران وبمجرد إبعاد القاضيب الزجاجي تعود شحنة السالبة إلى مكانه ويزول تكهرب الكاشف في حين في الحالة السادسة في الصورة 6 الكاشف الكهربائي تم شحنه باللمس وذلك بملامس أموب بلاستيكي مشحون بالشحنة السالبة به فتنتقل منه إلى ورقتين الكاشف فتظهر الشحنة السالبة عليهما فتنافران ولا يعود الكاشف إلى حالته الطبيعية بإبعاد القاضيب عنه لوجود فائف الشحنات السالبة على الكاشف أما الحالة الخامسة الحالة الوسطى الكاشف الكهربائي تم شحنه بالتأثير وذلك بتقريب أموب بلاستيكي مشحون بشحنة سالبة منه فتبتعد الشحنات السالبة الكاشف من الأعلى نحول الورقتين فيصير مشحونا من الأعلى بالشحنة الموجبا وعند الورقتين بشحنة السالبة فتتنافران وبمجرد إبعاد القاضيب المشحون يعود الكاشف إلى حالته الطبيعية لنرى التمرين الثامن أحسب عدد الإلكترونات المفقودة أو المكتسبة لدينا جسم مشحون بشحنة كهربائية قدرها كي تساوي زائد 3.2 في 10 أسنق 11 كولون وجسم ثاني يحمل شحنة مقدارها كي تساوي ناقص 4.8 في 10 أسنق 11 كولون ما هو رمز الإلكترون وما مقدار شحنته إذن فرمز الإلكترون معذرة هنا نصلح الكتابة إذن قلنا رمز الإلكترون هو قال ما مشحوم بشحنة كهربائية معذرة وما مقدار شحنته مقدار شحنته إذن يساوي يعني 1 إلكترون شحنته هي ناقص 1.6 في 10 أسنق 11 كولون وهي التي تعرف باسم الشحنة العنصرية ثم يقول أي الجسمين اكتسب إلكترونات وأيهما فقدها إذن الجسم الذي ظهرت عليه الشحنة الموجابة هو الذي يكون فقد بعض إلكتروناته الجسم الذي ظهرت عليه الشحنة الموجابة أي الأول فقد بعض إلكتروناته الجسم الذي ظهرت عليه الشحنة السالبة هو الذي يكون اكتسب إلكترونات إذن الجسم الأول الذي شحنته كي تساوي زائد 3.2 في 10 أو 10 نقص 19 كورون فهذا فقد بعض الإلكترونات الجسم الذي ظهرت عليه الشحنة السالبة كي تساوي نقص 4.8 في 10 أو 10 نقص 19 هذا اكتسب إلكترونات الآن لنحسب عدد الإلكترونات المفقودة في الحالة الأولى وعدد الإلكترونات المكتسبة في الحالة الثانية إذن عدد الإلكترونات التي فقدها الجسم الأول نطبق عليه هذه العلاقة AN وهو عدد الإلكترونات يساوي Q على QA ما معنى؟ يعني عدد الإلكترونات كيف نحسبوه؟ نقسم الشحنة التي ظهرت على الجسم الشحنة الإجمالية على الشحنة العنصرية الشحنة الإجمالية هي زائد 3.2 في 10 أو 10 ناقص 11 الشحنة العنصرية هي شحنة الإلكترون ناقص 1.2 في 10 أو 10 ناقص 11 وبالتالي نطبق عددين ونجد الناتج بالسالب أي AN يساوي ناقص 2 إلكترون ما معنى هنا الشحنة السالبة؟ أي أن هذا الجسم فقاد إلكترونين نفس الطريقة نطبقها على المثال الآخر عدد الإلكترونات التي اكتسبها الجسم الثاني نطبق نفس القانون AN يساوي Q على QA الشحنة الإجمالية على شحنة العنصرية أو شحنة الإلكترون هنا الجسم ظهرت عليه شحنة سالبة والشحنة العنصرية سالبة إذن لما تقسم المقدار هذا 4.8 على 1.1 بالإشارة الناقص ناقص تصبح القيمة مجابة ونجد ثلاثة أي ثلاثة وليست أربعة نصحح هذا الخطأ ثلاثة وليست أربعة لأنه 48 على 16 تعطينا ثلاثة نصحح الخطأ أي أن الجسم الثاني اكتسب ثلاثة إلكترونات إذن بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية الحلقة الثانية في الآخر أسأل الله العلي القادر أن نكون قد وفقنا كما نأمل أن تكون قد استفدتم مما قدمناه لكم وإلى الملتقى بإذن الله مع السلسلة الثالثة سلسلة أوظف معارفي إلى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته باركاته